هذا صحيح أحمد الغارات الإسرائيلية تتواصل على قطاع غزة إسرائيل تواصل بكل حقد ارتكاب مجازر متوالية في قطاع غزة يبدو أن عنوانها هذه المرة ككل مرة ككل عدوان هو المدنيين العزل باتت تستهدف أكثر فأكثر منازل المدنيين فوق رؤوس ساكنيها ودون سابق انذار الحقيقة أن مجزرة رفح الأخيرة التي استهدفت منزل لعائلة أبو هلال يعني لا تزال أصداءها تتردن حتى هذه اللحظة وطبعا تواصل أطقم الدفاع المدني وكذلك أجهزة وزارة الداخلية العمل على انتشال المزيد من الشهداء حتى هذه اللحظة بحسب مصادر محلية يجري الحديث عن انتشال 18 شهيدا في المنزل المستهدف في مخيم بشيت إلى الغرب من مدينة رفح وهو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بالسكان لعل حجم الكثافة النارية التي تستخدمه إسرائيل في مناطق كهذه أحمد وأنت تعلم أن هذه المخيمات شديدة الاكتظاظ وثانيا البناء فيها بناء قديم ومهترئ منذ طبعا بعض الأبنية موجودة منذ سنوات النكبة باستثناء بعض التحسينات التي طرأت على هذه المخيمات بالتالي الغارات التي ضربت مخيم بشيت كانت غارات كبيرة وخطيرة طبعا في جراء هذا الاستهداف خمسة منازل إلى جانب منزل عائلة أبو هلال تضررت بشكل كبير ومنزل في القرارة ارتقى فيه أيضا خمسة شهداء حتى هذه طبعا اللحظة ولا زالت تعمل يعني أحمد لتوضيح خمسة شهداء بخلاف الشهداء الذين ارتقوا في القصف في رفح هذا صحيح أحمد خمسة شهداء في استهداف منزل في طبعا القرارة كان الحديث يدور عن ثلاثة شهداء لكن مع انتشال المزيد أضحى الرقم أكبر خمسة شهداء حتى هذه اللحظة فقط في منزل القرارة بالإضافة إلى ما يزيد عن ثمانية عشر شهيدا في قصف طبعا مدينة رفح وتحديدا مخيم بشيت أيضا للدقائق الماضية شهدت قصفا مركزا أحمد في بيت حنون ترد الأنباء عن استمرار الغارات الإسرائيلية بأحزمة نارية في منطقة شرق بيت حنون استهدفت شوارع مثل شارع النعيمة الآن أحمد غارات عنيفة الآن تتجدد الغارات العنيفة شمال قطاع غزة الحقيقة أن إسرائيل منذ عصر هذا اليوم حتى قبل عصر هذا اليوم استهدفت الشريط الحدودي المطلع لموقع إيرز شمال قطاع غزة طبعا والذي تمكنت المقاومة الفلسطينية وعناصر من كتائب القسام من دخول هذا الموقع وتطهيره ونشر هذه الصور عبر الإعلام العسكري إسرائيل قصفت بشكل مكثف ومركز بحزام ناري كبير قبل عصر هذا اليوم أمس ولا تزال منذ ذلك الوقت تغير على هذا المكان نفس المكان أحمد يقصف بكثافة نارية كبيرة دمرت شوارع رئيسية مثل شارع النعيمة وكذلك شارع البنات ترجمة نانسي قنقر